الحقيقة أن هذا المعرض هو معرض مهم جداً أهدافه مهم جداً يأتي أيضاً في توقيت مهم جداً لو حضرتك تخذنا في رؤية وتوضح لنا صورة كاملة عن هذا المعرض يعني يكون شكري لحضرتك هنبدأ قويس قوي مع بعض أنه مصر أولت اهتماماً شديداً في العشر سنوات الأخيرة بالأفريقية والعلاقات المصرية الأفريقية والعلاقات الاقتصادية جزء الأعصيل من التعاون المصري على الأفريق المشترك قادة السياسية المصرية والخطوط في مصر سواء كانت الدبلوماسية الرئاسية أو الدبلوماسية الرسمية ومجتمع المروع الأعمال يعملان في شكل يرصخ هذا المبدأ مع القرى الأفريقية عودة مصر إلى مكانها الطبيعي في القرى الأفريقية هذا جزء مهم جداً ولذلك هناك العديد من الأدوات هذه الأدوات ممثلة فيه لقاءات صنائية زيارات رئاسية مؤتمرات استثمارية معارض ومؤتمرات دولية كل دي أدوات لتفعيل وتوحيد الرؤى مع الجانب الأفريقي هذه النسخة الثالثة من المعرض اللي أنا أشوف كرئيس لجمعية رجال عمال مصرينة فارقة وهو سفيرة لهذه النسخة في مصر هي النسخة الثالثة لمعرض التجارة البنية الأفريقية هذا المعرض هو نسخة ما بين الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة البنية الحرة الأفريقية ويرعاه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وتستضيف وزاعة التجارة والصناعة في الدولة المضيفة هنا أربع محاور مهمة جداً علشان كده مصر استطاعت في النسخة الأولى أن تدشن هذه النسخة ثم النسخة الثالثة كانت في جنوب أفريقيا والآن النسخة الثالثة وللمرة الثالثة في جمهورية مصر العربية وأشهد السيد الرئيس اليوم بسرعة الإنجاز لأن النسخة تحولت في شهر ستة من كودفوار أو من ساحل العاج إلى جمهورية مصر العربية النسخة تضم بالفعل وصلوا فعلاً ما يقرب من 1200 عرض من أكتر من 30 دولة إفريقية بنتكلم على لسجلوا زائرين حضور أكتر من 17 ألف حتى الآن حضروا منهم ما يقرب من 9000 بنتكلم على العديد من الندوات والمؤتمرات البينية وبرامج مكسفة هذه البرامج المكسفة أقمها الجهة المنظمة وأقمتها الجهة المستضيفة وأقمتها منظمات الأعمال والمجتمع المدني التي تعمل في العمق الأفريقي بسجمعية رجال الأعمال المصرين الأفرقاء